حذر وهدوء سدا مدينة طرابلس بعد الانفجار الذي هز طلعة الخناق والذي أدى إلى سبع إصابات واستشهاد المواطن عصام الشعار لن نساك يا عصام لافتات وصور توزعت في أرجاء المنطقة بعد تشيعه غضب وحز لدى الأهالي الذين رفضوا تحريف بعض وسائل الإعلام لما حدث في مدينتهم المواطنون استنكروا عودة طرابلس إلى مسلسل التفجيرات والإرهاب مشددين على ضرورة دعم الجيش والمؤسسة العسكرية متضررون وأصدقاء وأهالي الجرحة حضروا إلى ساحة الانفجار توافع البراندة شو ساعة عشر ونوص طلع انفجار كتير قوي وإلي سيارتين هون بس وما أبينين علي من الغبرة بس عرفت أنه السيارتين راحوا كل المدين يعملون لنا فرتين وقصة ومشكلة ومعايشين على صوبنا الله يحملنا الجيش الله يخلينا جيش أنا عيني وقلبي مع الجيش وأنا ابني جيشي الله ينصر الجيش على الداعش ومعش ما نجينا على الزهرون هون ما باري هايدي المنطة هايدي كله يأتي أولادنا وأهلنا وحبيبتنا يعني ما معقولي هاك نحن ندري وكانت الأجهزة الأمنية المختصة أجرت عملية مسح لمكان الانفجار منذ ساعات الصباح الأولى ليتبين أن الحادث ناجم عن عبوة ناسفة تبلغ حوالي عشرة كيلوغرامات كانت موضوعة في سيارة رينو تحمل لوحة مزورة كانت مركونة إلى جانب الطريق الانفجار وقع بعيد لحظات من مرور موكب رئيس هيئة العلماء المسلمين الشيخ مالك الجديد من المكان حركة السير في ترابلس بدت خجولة وسط ترقب كبير إذن فتحت الطريق وعادت ترابلس إلى حياتها الطبيعية ولكن بحذر بعدما تلقت رسالة أمنية بامتياز من ترابلس سلمان العنداري تلفزيون المستقبل